منصة QCoin و 3 مشاريع يمكن لك أن تقوم بربحها على منصة من خلال خاصية Learn & Earn سأعطيك كل الإجابات في هذا الفيديو فتابع أول خطوة ستقوم بعملها هو الدخول إلى QCoin ثم بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى خاصية Mon متوجدة هنا في هذا المكان سنقوم بالبحث هنا على خاصية Learn & Earn سنقوم بالنزول قليلا إلى الأسفل لنجد خاصية Docs متوجدة هنا سأقوم بالضغط عليها على Start Learning في هذا المكان يجب أن أنتظر إلى أن يعطيني هنا باللون الأخضر بين متوجدة في هذا المكان سأقوم بالضغط عليها وهنا الإجابة على الأسئلة التي سيتم إعطاؤها لك ستكون الأجوبة بهذا الشكل في الخاصية الأولى سنقوم باختيار Force سأضغط على Next السؤال الثاني سنقوم باختيار الإجابة C المتوجدة هنا ثم سأضغط مرة أخرى على Next السؤال الثالث سنقوم باختيار الإجابة B واللي هي هذه ثم سأضغط على Next والسؤال الرابع سأقوم بالاختيار الإجابة الثانية وسأضغط مرة أخرى على Next أما السؤال الأخير سأقوم هنا باختيار الإجابة الأولى واللي سأضغط مرة أخرى على Submit في هذا المكان الآن سأضغط على claim rewards يعطيني هنا النتائج 74 dot tickets المتواجدة هنا سأضغط على claim ثم سأضغط على go to game slot سأضغط عليها ففي هذه الصفحة يخبرني أن أرباحي هي 74 من عملة dot ويقول لي على أنه في حالة pending أي في حالة يجب علي الإنتظار فيها إلى أن ينتهي هذا العرض وبالأسفل هنا يعطيني العرض التنازلي وتبقى لهذا العرض 8 أيام وساعة واحدة يمكن لك الاستفادة من هذا العرض ويمكن كل شخص يكون عنده أرباح ممكن أن تحصل على 1 dot يمكن أن تحصل على 2 ويمكن أن تحصل على 100 أو فما أكثر ويمكن بعد ذلك أن تقوم بالتحكم في هذه العملات التي تحصلت عليها بعد انتهاء هذا العرض فإذا كنت تريد زيادة أرباحك من خلال عملة dot فيمكن لك عمل ذلك عن طريق إتمام هذه المهام التي تشاهدها هنا فلننتقل الآن إلى الكويزة الآخر فعند رجوعنا سنقوم بالنزول إلى الأسفل ثم سنختار هنا song dog هذه العملة أو هذا المشروع الذي سنقوم بالاشتغال على الكويزة الخاص به سأضغط على start learning وهنا سأنتظر 14 ثانية ثم سأضغط على being بهذا الشكل وهنا أعطاني مرة أخرى الأسئلة الجواب الأول سأضغط على true ثم سأضغط على next الجواب الثاني سأقوم باختيار turn ثم سأضغط على next الجواب الثالث سأختار الإجابة الأولى ثم سأضغط على next السؤال الرابع سأقوم مرة أخرى باختيار عملية true ثم سأختار next أما الإجابة الأخيرة سأقوم بالضغط على آخر الخيار ثم أختار هنا خاصية سامعت والآن انتهينا من عملية من عمل هذا الكويز بشكل ناجح وما تبقى لي هو أن أعمل claim rewards والآن أعطاني على أن أرباحي وهي 25 son dog هذه الأرباح يمكن لي أن أعمل هنا claim وسأقوم كذلك بالضغط على go to game start وفي هذا المكان يخبئني على أنني راح بيحت 25 وعشرين وعلى أنها الآن في محلة painting ويمكن لي التحكم فيها بعد نهاية هذا العد التنازلي والذي تبقى له فقط يوم واحد وساعة كما يظهر معك هنا في العد التنازلي وآخر كويز وهو خاص بمشروع mark فهذا الكويز الذي تحددت عنه تبقت له ثلاثة أيام فقط سأضغط هنا على start learning سأنتظر إلى أن تنتهي الـ 15 ثانية بعد أن تنتهي تضغط على pink في هذا المكان السؤال الأول سأقوم باختيار فيه الإجابة الثانية ثم سأضغط على next وهنا سأقوم باختيار true وسأضغط مرة أخرى على next هنا في السؤال الثالث سأقوم بالاختيار الإجابة c ثم سأضغط على next وهنا سأقوم باختيار true وسأضغط على next وفي السؤال الخامس سأقوم باختيار 500 والتي هي الإجابة B ثم سأضغط على Next وفي السؤال الأخير سأقوم هنا باختيار الإجابة B وسأضغط على Submit وسأشاهد معي كم سيكون عندي من الألباح سأضغط على Cream Rewards وهنا تحصلت على 21 Mac سأضغط هنا على Cream وسأضغط على James Lodge وهذه ألباح مرة أخرى وهنا حالة Bending وتبقى لها ثلاثة أهل فقط سنقوم بإثبات لكم السحب من خلال هذه العملات بمجرد أن نقوم بعملية السحب ونقوم بتحويلها إلى USDT في قادم الأيام نلتقي في فيديوهات جديدة في قناتكم قناة الموبرو والسلام